اهلا وسهلا بحضراتكم مع عزائي المشاهدين كثيرا ما نسمع ان القطة لديها سبعة ارواح فهل هذا حقا؟ القطة بالتأكيد ليس لديها سبعة ارواح ولكن شاع ذلك عنها بسبب اننا نراها تقفز من مرتفعات عالية ولا يحدث لها اي شيء حتى الجرح البسيط لا يحدث لها هذه القطة تعد من الحيوانات الاليفة المحببة لدى كثير من الناس ولكن نظام جسدها وتكوينها مختلف عن البشر لذلك نرى مثل هذه الاقاويل وقبل الحديث معكم عن القطة ولماذا تستطيع ان تفعل كل ذلك نذكركم مشاهدين الكرام بالاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل ما هو جديد جسم مرن ووزن خفيف وفق لأبحاث العلماء من البي بي سي فان السبب الاول وراء عدم ايذاء القطة عند القفز هو الجسم المرن والوزن الخفيف ولذلك قفزاتها تختلف مع البشر اذا تمت مقارنتها من نفس المسافة فالقطة تسقط بسرعة تبلغ سبعة وتسعين كيلو مترا في الساعة بينما الانسان تكون سرعته مية وثلاثة وتسعين كيلو مترا في الساعة لذلك كلما زادت السرعة كان الجراح اكثر واكبر القدرة على تقليل السرعة من قال ان السيارات والحفيلة فقط هي التي يوجد بها فرامل القطة ايضا لديها فرامل طبيعية تتحكم في سرعتها عند السقوط لذلك عند سقوطها بعد وضع الجسد الطائر يكون سرعتها حوالي سبعة وتسعين كيلو مترا ولكنها يمكنها ان تبطئ من ذلك حتى لا يحدث لها اي ضرر بعكس الانسان فهو لا يستطيع التحكم في ذلك لذلك يمكن ان يصاب الانسان بكسور في عظامه وهذا السبب يجعل القطة تستطيع العيش بعد السقوط من مبنى مرتفع وتقوم بالجري كما تشاء الشقلبة في الهواء من منكم يا شباب يستطيع الشقلبة في الهواء وكيف هو شعوره عندما يسقط على ارض صلبة لا اريدكم التخيل الامر صعب حقا القطة انظروا اليها تستطيع الشقلبة بكل سهولة والنزول بكل يسر القطة لديها مرونة في الجساد تقوم بالثني جسدها وكذلك تتحكم في ذيلها عند السقوط حتى تفادي السقوط الصعب وينكسر عظامها ففي نزولها توجد مرونة وتستطيع القطة الشقلبة حتى تتفادى كل ذلك واعلى قفزة لقط سجلت ولم يحدث له شيء كانت من مبنى يبلغ طوله 26 طابقا وسقطت القطة ولم يحدث لها شيء قدم المظلة عندما تسقط القطة من مكان مرتفع يمكنها ان تتحكم في قدميها مثل المظلة للتحكم في سرعتها وقوة اصطدامها فالقطة لديها ارجل طويلة لكي تعطيها مرونة عند السقوط من اعلى ولا يحدث لها اي كسر وايضا توجد فائدة اخرى من طول قدميها الا وهي التحكم في الطاقة عند السقوط بعد ان عرفتم كل هذا عن القطة احذروا ان تجربوا ذلك مع القطة الخاصة بكم هذه كانت بعض الاسباب التي بحثناها معكم عن القطة والتي تجعلها بسبعة ارواح اخبرونا بالتعليقات عن اي نوع من الحيوانات الاخرى لديها امكانية مميزة مثل القطة الى هنا عزاء المشاهدين نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة الى اللقاء